بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدثكم الدكتور هيدر رحمن داود من جامعة الفراطلوسة كلية التقنية بقسم عندشة التقنيات المكان والمعدات. المحاضرة اليوم هي الجزء الثالث من المحاضرة الخاصة بمادة الموضوع المحاضرة الخاصة بالمرحلة الرابعة الجزء الثالث منها الكلاس كود في ما يخصها جوجل كلاس روم مبين في اسفل السلويد. بعد ما انهينا الجزء الاول والثاني من هذه المحاضرة اليوم ان شاء الله رح نكمل الجزء الثالث من هذه المحاضرة. والجزء هذا تحديدا خاص بالفقرة الثامنة والاخيرا من هذا الشابتر. والمتعلقة بالبولتد جوينت اندار اكسنتريك لوت اللي هي البراغي اللي تتعرض لتحميل غير متمركز. باختصار فيما يخص المنهج لهذا العام البولتد جوينت اندار اكسنتريك لوت رح ناخذ ثلاثة نوع منها. اي بي سي. النوع الاول منها هو الاكسنتريك لوت اكتنج ا plumbing srar the power to the axis of bolts. يعني شنو لو تلاحظ هاذle endi ا 으 2 views vercap wacAll эти v следующ is to use. في الروف الأعلى هذي طبعا تاخذ اربع براغي. اربع براغي. هذا الماسخط يبين عندي براغين والسايد فيو يبين عندي براغين فهي اربع براغي تاخذ. الاكسز ما البولت يكون موازي براغي الاكسز ما اللوت. هذا هو الاكسز ما اللوت. شوف التجاهد الاسفل والاكسز ما البراغي يضع الاسفل في كلها متوازية. ماذا يصير التحميل على البراغي هنو؟ البراغي هنو 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 تخيل انه هذا اللوت راح يحاول يقترع هالبراغي الاربعه كلها مرة واحدة بيتينشين. بيتينشين ايش راح يصير بها القطعه كلها راح تنزل عديل الاسفل مثل ما نشوف. كلها عندي راح تنزل للاسفل. الفشل الاول اللي تعرض لانه كل البراغي اندر دايرك تينشين. الاحتمال الثاني انه مو كل البراغي يصير بيه فايلر بايتينشين او بايتينشين. لانه قسم البراغي لا يعني يفشل تيجت لتويست لان هذا اللوت بعيد عن مركز الدوران بمسافة مقدارها L. مركز الدوران بمسافة مقدارها L. اوكي. اللوت مو مركزي. ما يمر بالسنترويد ما البراغي. مبعيد عن المسافة مقدارها L. لذلك يكون عندي راح يولد عند ال ال W في ال L. تويستنج مومنت هذي. ولتويستنج مومنت هذي. ولتويست عالبراغي. وهذي النوع الثاني من التحميل اللي يكون عالبراغي. فهذي عندي دايرك تنسائل وهذا ان دايرك تنسائل. يعني شد مباشر. ها. وشد غير مباشر هنا. النوع الثاني من الكسنترق لوت اقتنج بيررپنديكلر to the axis of bolt اللي هو شنو. هاذي عندي هذي عندي اي 2 views لها الهل براكتس. اللود هنانه نحو الأسفل بينما الاكسز مع البولت تكون عمودية عليه. عمودية عليه. عمودية عليه. هناك كانت الاكسز موازي بينما هناك الاكسز عمودية على اللود. اول احتمال مع الفيلر هذي عدي براغي اربعة تتعرض للبراغي انه كل البراغي يصير بها direct share كلها تتعرض لها قص مباشرة اشي يصير بها القطعة كلها تنزلوين للاسفل الاحتمال الثاني انه مو كل البراغي يصير بها فييلر قسم البراغي تفشل قسم لا الشي يصير بالقطعة يصير بها قص غير مباشرة يصير بها twist دور حول محور معين الدوران هذا سبب انه اللود الل شي يضطين يضطين باندين هنا عندي قص غير مباشر هذا هو القص المباشر وهذا هو القص الغير النوع الثالث اللي هو الاكسنترق لود اكتنج in the plane containing the balls هاي الحالة تشبه الريفتس الاكسنترق لود بالريفتس بالضبط اللي يصير بها نوعين من التحميل انه كل البراغي هاي الاربعة يصير بها فيلر نتيجة يشير الدايركت شير فاشي يصير بها القطعة كلها تنزل وين للاسفل يصير عندي فيلر باي دايركت شير قاس مباشر الحملة الثاني النوع التحميل الثاني اللي هو عندي وما ان القوة بعيدة مسافة يعني ساندرويد ما البراغي مسافة مقدارية فيصير عدي توستينج مومنت هنا شي يصير بها القطعة يصير بها روتيشن دوران فهذا خاص غير مباشر يعني نستنتج من هاي الحالة الحالات تتلافي شنو اللي نستنتجه بالنوع لول عندي شد مباشر وشد غير مباشر بالنوع الثاني عندي خاص مباشر وخاص غير مباشر بالنوع الثاني عندي قاس مباشر وشد غير مباشر وبالنوع الاخير عندي عندي قاس مباشر وقاس غير مباشر نعيدها بالنوع الاول رح نعيدها بالحركات بالنوع الاول عندي قاس مباشر وشد غير مباشر بالنوع الثاني عندي قاس مباشر وشد غير مباشر وبالنوع الاخير عندي قاس مباشر وقاس غير مباشر وهي هاي اسهل طريقة حتى نميز بين الانواع الثلاثة. هس رح ناخذ حالة حالة بالتفصيل نشرح حول القوانين المتعلقة بيها وبعدين نحلع لها مسؤال نيجي عن النوع الاول اللي هو الاكسينتريك لود اكتنج برول تو ذاكسيز اوف تبولس اللي اللي انه اللود عندي شنو اللود عدي موازي لمحر البراغي وهذه قلنا يصيبين نوعا ان التحميل ان القطعة كلها عندي تنزل لي جوه مثل ما شرحنا بالرسم تنزل لي جوه والنوع الثاني اللي هو شد مباشر النوع الثاني انه عندي شيط غير مباشر انه يصير بيها تويست هالقطع يصير بيها تويست باتجاه مركز دوران نتيجة ال WFL اللي هو التويستينج مومنت اللي يسويه لي شد غير مباشر فعندي شد مباشر وشد غير مباشر الشيون انه القوانين الخاصة بهذه معظم معظم الاسئلة تتمح مار حول ايجاد اللود او الديكور اللي هو الكور دايميتر للبرغي قطر الكور دايميتر للبرغي انا عندي اربع براغي اربع براغي اه واحد اثنين واللي منجه الثاني عندي ثلاثة اربعة اوكي اول شي عندي شد مباشر راح اسميه WT1 اللي هو الدايركت الدايركت تنصير اللي هو شد مباشر شي ساوي لي هذي ساوي لي القوة الخارجية W هاي القوة الخارجية مخسومة علي من عدد البراغي بهاي الحال عندي اربعة وين is the number of balls انهي عدد البراغي هاي راح اسميه WT1 جمبرغ عندي اربعة الثاني اللي هو الشد غير مباشر الشد الغير مباشر شوان نحس به اول شي مين اجي نشد الغير مباشر مثل ما شرحنا بالاسدادة القبلة انو عندي توست في الاتجاه اللي هو W مضروف في شنو في ال القوة في الزراع في الزراع القوة بعيدة مسافة هذا يسوي لي twisting moment هذي وياثر له اللي يسوي لي شي تغير مباشر the moment due to the load W about the tilting edge tilting edge هذي حافة الدوران W في الزراع لازم هنا نحدي شي اسمي نقطة ومحور الدوران هذا هو ال access of rotation ناي بين عندي نقطة بين عندي نقطة يعني هاي الادارة سمته هاي هاي البراغي الاربعة اوكي بس خليني يعني بسيط حتى نوضح الموضوع بشكل مرفوهم اكثر وهاذي عندي الابراكيت هذي اوكي وهاذي عندي اه هاذي شنو رح يصير عندي هاذا هو القطعة كلها رح يدور حولي كل القطعة رح يدور حولي اوكي فالW في الزراع هي التوستك مومنت اللي رح يسوي لي الشد الغير مباشر هاذي حسبنا نحسبه في هالطريقة هذي نيجي على هذا البراميتر ال W اللي هو يشبه الى حد ما الشي اللي شرحناه موضوع الربط W في L مقسوم عليه حسب الكتاب المنهجي بخليلك اثنين في L1 تربيه زاد L2 تربيه هاي مين جوية بالحقيقة بالمقام انت عندك اهنانه WL اللي هو القوة في بعدها عن 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 محور الدوران اللي شرحناه هنا جمبرغ عندك عندك اربعة معناه شنو L1 L2 زاد L3 زاد L4 هاي طبعا كلها شنو كلها تربيه كلها تربيه شنو هاي L هي بعد البرغي عن محور الدوران يعني في حالة البرغي الاول يعني على فرض انه عنداني هذا البرغ رقم واحد وهذا رقم ثمين وهذا رحصور ثلاثة وهذر حصور اربعة اوكي فعندي البرغي الاول يبعد عن محور الدوران مسافة مقدار هاي L1 منو يشبه عندي بعد البرغ الرابع فعندي L1 و L4 مالساوي نتجع البرغي الثاني بعد الاكسزما البورغي عن محور الدوران هو L2 منو يشبه عندي بعد البرغي الثالث فعندي عندي L2 و L3 مساوي فساويت L1 و L2 بقتها تربيع وخليت 2 خارج قوس هاي الفكرة اذا ساوى 3 طوال هاي نسويه اذا ما ساوى 3 طوال لا هذا الفاكتر نخليه علي اصفها يبقى شنختار يا برغي نحسب للشد الغير مباشر أنا اللي همني بشد الغير مباشر البرغي اللي يتعرض الى maximum indirect tensile وهذا من نجي بي اذا مطلعك Jeżeli's should be noted that the most heavily loaded bolts are those which are suited of the greatest distance from the tilting gauge يعني هانا اذا اقول لك in the case discussed about the bolts of distance L2 are heavily loaded كل ما البراغي البعيدة عن محور الدوران هي تكون الاكثر تحميلين بهاي الحالة هي البراغ البعيدة عن محور الدوران هي البرغي 2 والبرغي 3 اللي تبعد المسافة L2 مثل ما مذكر هنا بين التنساء اللودة on each bolt at distance L2 الشد الغير مباشر على البراغي اللي تبعد المسافة مقدارة L2 شي ساوي لي ال WT2 راح نسميه ميز هذا الشد المباشر هذا الشد الغير مباشر ورح نسميه W2 بس هنا افضل ابقي WT2 على مداميزي انه الشد الغير مباشر هذي و T1 نطيه الى الشد المباشر يساوي ال W هذا البرامتر اللي هو اللي يساوي ال twisting moment على الاطوال مجموعة الاطوال تربيع في بعد ابعد برغي عن محور الدوران اللي هو بحالة هنا اثنين برغي 2 او برغي 3 او بحالة هنا بس هنا تربيع بحالة شوية باعدي و بعد ابعد برغي عن محور الدوران Lexus of rotation هذه اللي شرحناه قبل شوي شف هذا البرامتر هوه هو hnاشكل اللي ضفتلي ل L2 إذن الـ total tensile load on the most heavily loaded يساوي الشد الابتدائي على الشد الثانوي شون نحسب قطر البرغ دي كور اللي هو الـ WT total يساوي π على 4 دي كور تربيع في سيغموتي وهذه هي جاين من أنه سيغموتي يساوي اللود الكلي اللي هو جاين من الـ primary tensile أو الـ direct والـ indirect tensile المقسوم على المساحة اللي هي بواعدة 4 دي كور تربيع هاي ببساطة هي فكرة النوع اللغة من التحميل طبعا رح نحل عليه مثال هذي مثال هو يعني يشبه الفقر اللي شرحناه قبل شوي The bracket as shown in figure هذي supports a load of 30kN هاي الـ WSGت قيمتها 30 طبعا الرسم يعطى بالسور يأطى 30kN Determine the size of the bolt if the maximum allowable tensile stress and the bolt material is 60Mb انه جاد التنسال المسموح به هو 60Mb The distance is المسافات هي L1 80 L2 250 وليلا اللي هي بعد القوة عن هاي المنطقة هي 500 طبعا هاي الأطوال إذا مطيقها بالسؤال اللي هي تفيدك أوكي بس بعض الأسئلة ما تكون هي دائما اللي أنا استخدمها بالحال لازم أحسب الأطوال اللي لازم أول شي نسوي نحدد محور الدوران ونشوف بعد البراغي عني أو بعد القوة عني أول شي نسوي نحسب يشد شد البتداية طبعا نجي نشوف هذا الكيس إنه اللود اللود عدي موازي للأكسز ما البراغي يعني الاحتمال الأول هاذ إن القطعة كلها شبهة كلها تنزل لي جوي يصير Direct Tensile والاحتمال الثاني إن القطعة كلها شبهة يصير بها يصير بها Rotation في التجاهل فعندي شد البتداي شد مباشر وشد غير مباشر شد المباشر شون حسب اللود الخارجي على عدد البراغي اللي هي 30 على 4 7.5 نيوتن هذا الشد الابتداي على كل براغي بما إنه شد غير ثانوي فعدي محور الدوران اللي هو هذي Access of Rotation إنه قطع الدور حولي فنحدد الأطوال بعد البراغي عن محور الدوران هنا عندي L1 هنا عندي L2 اللي هي أصلا معطاها عدك بالسؤال معطاها عدك بالسؤال عددنا الأطوال وحددنا مركز الدوران هذا البراميتر الW أبعد برغي عن محور الدوران هو البرغي الثاني والبرغي اللي بيجانب الثاني برغي الثلاثي فهي ال L2 هذا البراميتر عندي محسوب L2 أيضا عندي معطا فممكن نحسب الشد الغير مباشر إذا جمعناه نجمع جفري الشد المباشر وشد الغير مباشر نحصل على ال WT الآن نطبق القانون اللي هو ال WT ساوي لي المساحة في السجما تي المعطاها عدك بالسؤال نطلع منا الديكور يطلع عندي 27 22.2 مليم هذي اذا رحت للتابل داعش واحد اللي شرحناه بالمحاضرة الأولى ما راح نلقي هاي قيمة ستاندر القيمة الستاندر هي 28.706 0.706 اللي قابلهي M 3 و 30 إذن البولت المناسب اللي هي نعمل التحميل هو M33 النوع الثاني من الاكسنتري كلاود بولت جويند اللي هو قلنا يصير ب ان القطعة كل اللي هتنزل الاسفل يصير بقسم مباشر وبعدين القطعة يصير بيه شنو روتيشن يصير بيه شيط غير مباشر وهاذي الحالة انه البراغي اللوكس ازمال براغي يكون عمودي عليمن على اللود عمودي على اللود اللي هو اللي هو يصير عندي تنسى اللود لان القطعة يصير بيه روتيشن فيحاول يقتل على البراغي بيشد غير مباشر بيشد غير مباشر شي يساوي لي يساوي لي القوة بعدها عن الاكسس اوف روتيشن هنون بالحقيقة هي نقطة هذي خلي هنا محور الخطعة 10 روح تدور في هشكل هذي بعد القوة عن الاكسس اوف روتيشن مقسوم على الأطوال تربيع شنوها الأطوال اللي هي بعد البراغي عن محور الدوران كم برغي عداني 1 2 3 4 فيعد البرغي 1 2 يبعدون عن محور الدوران هذي مسافة مقدارها L1 وعد البرغي 3 4 يبعدون عن محور الدوران مسافة مقدارها L2 لذلك هنا نعدي L1 يساوي L2 و L3 يساوي L4 اللي هي المسافة L2 لذلك جمعتهم نخليت اثنين خارج خوس خليت اثنين خارج خوس اللي هنا المفروض L1 تربيع ما البرغي الأول زاد ما البرغي الثاني عندي لدي L1 أيضا تربيع ما البرغي الثالث اللي هو L2 بعد المحور الدوران L2 تربيع مباشر فهنا صار عندي الدشير وعده تنسير حتى نطلع المحصلة مالتهم نستخدم الكمباوند لكوبلان تنسير لود الدشير وعده تنسير فهنا عندي كمباوند سترسل صار عندي ال WT اللي هو الكمباوند تنسير لود يساوي نصف WT WT طبعا ما عندي هنا نسمى تيتو حتى ميزة عن الشد الابتدائي لان هذا الشد ثانوي بس ممكن انك كتبة WT هنا ماك مشكلة تحت الجذر WT تربيع زاد 4WS تربيع القص المكافئ هو النصف الثاني من هالمعادلة اللي هو النصف تحت الجذر WT تربيع زاد 4WS تربيع من هاي المعادلة ممكن نحن نطلع السايزمال البولت ال D-Core المطلوب بالسعود هسا رح نشوف هذا المثال المثال عندي هذي براكيتة براكيتة عليها لود مقدار 12 كينوتين for supporting the traveling crane in the workshop the براكيت are fixed on steel column as shown the figure طبعا هاذا داعش 35 لان هو مثل ما تعرفون بخور من الكتاب المنهج هو chapter 11 فهاذا الفقر 35 30 and the maximum load that comes on the bracket is 12k newton هاذا اللود المسلط acting vertically at distance 400mm from the face of the column and the مسافه منه الهناي 400mm of the column the vertical face of the bracket is secure to a column by four balls هاي 4 براغي بيه برغي هنا و بالفيو الثاني عنده برغيين from the face of the column the vertical face اه 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 by four balls and two rows two in each row انا ها ثنين وعدى ثنين الجهة الثانية الفقر و بالعادي يطيك ماسخطين يعني ماسخطين of the distance of 50mm from the lower edge of the bracket عدي مننا لهنا عدي 50mm determine the size و المسافه مننا لهنا هي 375mm من هاي الحافة طبعا من هاي الحافة المطلب الثاني راح نهملي اللي همنا هذي المطلب انهمله حتى بالكتاب يعني مغير مطلوب من عندك اللي همنا هذي المطلب هيد شنوع من التحميل عندي قصة ابتدائي ان القطعة كلها تنزل لي جوه البراغي كلها يصير فايلر بيشير هنقسم اللوات الخارجي على عدل البراغي هاذا القصة البتدائي القطعة راح يصيبها rotation مثل ما شرحنا قبل شوي rotation شي ساوي many moment في بعد ابعد برغي عن محور الدوران على مجموعة الاطوال تربيع محور الدوران هنا راح يصير هذي هاذا هو راح يصير axis of rotation هاذا هو axis of rotation خلينا اضحه شويه يعني خوف ما اضحه كلش اضحه شويه هذي هاذا هو axis of rotation هاذا راح يدوره بشكل هذي مثل ما شرحنا بالanimation السلادي اللي بيه animation يعني تقدر ترجع لي هاي الاطوال التربيع اللي هي بعد البراغي عن محور الدوران شوف عندك هاذا البرغي واللي بصفه من الجه الثاني بعدهم 30 50 50 وهذا البرغي واللي بصفه بعدهم 375 ضربناهم في اثنين لان حت شأنه ليش هاذا البرغي واللي بصفه بعده 50 وهذا البرغي واللي بصفه بعده 375 فوق عندي 12.400 اللي هو بعد القوة عن محور الدوران في ابعد برغة عن محور الدوران اللي هو 375 ناخذ واحد منهم كلش كافي حسبنا الشد الابتدائي والقصة الابتدائي والشد لغير مباشر مطلوب مني شنو بما انه مطيني بالسؤال بما انه مطيني الاكوويلانت تنسار سترس فر بولتد ميتيريال اربعة وثمانية فاللي همني هذا الWT كوويلانت يفيدني عندي الWT نطبق المعادلة والWS حسبنا نطلع الاكوويلانت تنسار اللود على البراغي نطبق هاي المعادلة اللي هي الWT كوويلانت وعند سيغماتي مطينيها بالسؤال 84 نطلع من هنا الديكور الديكور يطلع منه 10.65 مليميتر هذا مو ستاندر حتى ناخذ الستاندر لازم ونروح للتابل 1111 اللي شرحناه بالمحاضرة الاولى راح نلقي قرب قيمة لل10.65 هي 11.5 فور 6 مليم واللي هي من التابلز طابق لي البولت ام 14 النوع الاخير من الاكسنتريك لود هو اللي يشبه الريبيتس الحالة الاخيرة بالريبيتس اللي هي الاكسنتريك لود اكتنج in the plane containing the bolt وهذه وضحناها بالوضحناها بالانيميشن اوكي تشبه كل الخطوات السبعة اللي طبقناها بالريبيت قص ابتدائي بقص تانوي بالضبط نفس البروسيجر اكون مثال بالكتاب اللي هو داعش عشرين محلول حل كامل اوكي داعش عشرين وهذا الحل ايضا موجود عندك بالسلايدات موجود اقراء انطلع علي اطلع علي اطلع علي وذاك اشكال شوف حتها هنا نفس الاجراءات اللي سواناها بالريبيت جوينت اطلع السؤال وذاك اشكال انا احفر لي سؤال هاني اشكركم للمتابعة وهي كا عندنا موضوع الريبيت جوينت السكرو جوينت انتهي اليوم كان معكم متحدثكم الدكتور حيدر رحمان داود جامعة الفرات لوسط التقنية كلية تقنية يسيب خسر محدثة تقنية المكان المعددات اي استفسار هاني حاضر وهال محاضرة ان شاء الله راح نحمله على اليوتيوب وعلى جوجل كلاسروم شكرا جزيلا